أحباء المشاهدين رجعنا معاكم مرة تانية بعد الفاصل وكان خدم الرب الأخ عادل بيحكي عن تلات أمثال في إنجيل لقاء صحيح 15 واتكلم عن الخروف الضال واتكلم عن الدرهم المفقوط وحنرجع مرة تانية مع خدم الرب الأخ عادل ونسمع بين الحقيقة والزيف أخي عادل مرة تانية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أخي عادل بكلامك كتير رائع وحتى لدرجة من الوقت بيأخذنا من غير ما بنحس به أخي عادل جبل الفاصل كنا بنحكي عن تلات أمثلة في إنجيل لقاء صحيح 15 ممكن نبدأ لحظة تانية نعيدهم بسرعة هو زي ما قلت لحضرتك المثل الأول مثل الخروف الضال الخراف عددها مئة خروف الرعي عنده مئة خروف أضاعة واحدا منهم إذن نسبة الخسارة واحد في المية واحد في المية المثل الثاني مثل الدرهم المفقود إمرأة عندها عشرة دراهم أضاعت درهما واحدا نسبة الخسارة زادت بقيت 10% 10% فرق كبير من الخسارة تبقى 1% والخسارة تبقى 10% الخسارة تضاعفت مش تضاعفت زادت زيادة مطردة أعلى من المتوالية الهندسية زادت زيادة كبيرة أوي في المثل الثالث الآب المحب عنده ابنان اللي ميشي واحد يبقى نسبة الخسارة 50% حضرتك ملاحظ اللي بيحصل الخسارة في المثل الأول 1% الخسارة في المثل الثاني 10% الخسارة في المثل الثالث 50% في آية بقى في الكتاب نقولها ونشوف الخسارة كم في المية ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه لو خسر نفسه وعنده كم نفس واحدة يبقى الخسارة كم في المية 100% إذن دي حقيقة بقى شفنا في النصف الأول من البرنامج الزيف الزيف شفنا أربعة أنواع من الزيف شفنا اللي بيفكر فيه الإب الضال أن تركه لبيت أبي حرية يمتعه بالحرية أنا هنا في حد شايفني هنا في ضوابط هنا في قواعد هنا في وصايا هنا في آب يراقبني رغم أنه يحبني لأ أنا أعيش برا فين في الحرية دي حرية كاذبة وهمية شفنا كمان فكرة تانية اللي هو المتعة بعضي عن بيت أبي سيمتعني أن الخطيئة فيها متعة لأنه بذر ماله بعيش المسرف مع الزنات والزوان رأينا الزيف الثالث أنه لابد أن يحسن نفسه لكي يعود لابد أن يرتدي ثياب لابد أن يرتدي حذاء لابد أن يهندم نفسه عشان يعود الأب لن يقبله بهذا الوضع والفكر والزيف الرابع أن الآب سيرفضه واستحيل يقبله كيف يقبله وهو أهانه فكانت كل هذه مخاوف مزيفة أوهام بس أخي عادل هل في القصة دي والمثل ده هل في حقيقة ولا كله مليان زيف لا طبعا نشوف حقيقة إيه الحقيقة جدام الأربع زيف الموجودة في كلمة الحقيقة الأولى أن البعد عن الله في خسائر البعد عن الله في خسائر فنرى أولا البعد عن الله يعني الخسارة الحقيقة الثانية أن استمرار البعد عن الله يعني زيادة الخسارة إذن البعد عن الله في حد ذاته خسارة كتاب المقدس في سفر إرمية يقول اعلامي أن تركك للرب إلهك شر ومر شر ومر البعد عن الله خسارة وفي سفر إرمية أيضا يقول الكتاب تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء فالبعد عن الله في خسارة خسارة طيب الاستمرار ثانيا الاستمرار في البعد عن الله يعني تزايد الخسارة شرنا في المثل الأول الخسارة 1% المثل الثاني الخسارة 10% المثل الثالث 50% لو الإنسان ربح العالم وخسر نفسه الخسارة 100% إذن الخسائر تتوالى وتتزايد وتتفاقم دي الحقيقة رقم 2 طيب وأكبر خسارة في وجهة نظر حضرتك إن الإنفصال عن الله هنا وفي الأبدية إذن البعد عن الله في خسارة ثانيا الاستمرارية في البعد عن الله يعني تزايد الخسارة ثالثا حقيقة تالتة في المثل ده الآب المحب الآب المحب الحقيقة ملآن قلبه بالحب تخيل إن شاف أب ابنه من بعيد ده يدل عن إيه؟ ده ليها معنى عميق يقول الكتاب إن الآب المحب شاف أب ابنه من بعيد في الآية رقم 20 فقام وجاء إلى أبيه الإبن الأصغر جاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه وأنا هنا بقى فرآه أبوه دي أقف متعجبا ليه؟ أولا عشان يشوفهم بعيد كان ينتظر عودته يعني دليل إنه كان واجف منتظره؟ طبعا أنا بتخيل دايما إنه يوميا يوصل خدام يوضبوا أطه ينظفوها يقول لهم نظفوا نظفوا حجرة ابني لأنه سيعود أنا قلبي حاسس إنه هيرجع الخدم مستغربين مستغربين إزاي ماذا يحبوا ويقول لهم في الليلة وإحنا بنعمل أكل يعملوا حساب ابني هيتغدى معنا النهار دي كل يوم يعمل حسابه في الأكل ربما ويعمل حسابه في تنظيف الحجرة منتظره وكل يوم يطلع في فناء البيت في مكان سلالة مرتفعة وينظر إلى الطريق اللي جاي من بعيد طريق الرئيس اللي بيودي على البلد ويبص منتظر ابنه اللي بقى أنا شخصيا اللي بيدهشني عارف ابنه إزاي قد له فترة طويلة يعني أنا متخيله شعره مش طبيعي منكوش كده وهائج وفي نفس الوقت حافل قدمين تخيل حافل قدمين ومهلها للثياب ومش ممكن أبدا أبدا حد من البلد يعرفه أنه ده ابن الرجل الثري الغني الغاب المحب لكن عرفه عرفه تخيل شوف روعة الغاب المحب أنا نفس خاطبك عزيز المشاهد الكريم وقول لك قد إيه الغاب محب قد إيه هو منتظر عودتك قد إيه هو واقف كل يوم يراقب الطريق متى سيأتي ابن الحبيب في نفس الوقت هو عرفك وشايفك زي ما أنت تعال كما أنت قل له كما أنا آتي إلى فاد الورى مستعجلا إذ قلت نحوي أقبلا آتي إليك يحمل الله الوديع عزيز المشاهد الكريم الغاب المحب شاعر بيك وعرفك وحاسس بيك تعال كما أنت تعال كما أنت ارمي نفسك في حضنه تعرف حضرتك أنه أول ما شاف ابنه يقول الكتاب قبله وقع على عنقه وقبله في أصل اللغة قبله غماره بالقبلات دي ثاني فعل عمله بالضبط ده هو أكتر ده عمل حاجات كتيرة ممكن تقولهم لنا ببساطة كده خعادل أول حاجة الغاب المحب رآه رآه ورآه دي ده معناه أنه متابعه منتظر عودتك منتظر عودته عرفه أنا مستغرب إزاي منتظره وإزاي عرفه أتنين لو سألته أيها الغاب المحب أنت منتظره يقول ابني هيرجع نقول له ما هذه الثقة يقول ابني مش هيرتاح غير في حضنه ابني مش هيرتاح غير معايا بره بيتنا وحضن أبويا كنت محسوب من العبيد لكن نحو حضنك الرحيب الرحيب الواسع أجري أرتمي ألقي همي ألقي سقمي قيدة معصمي إذ في جنبك الجريحي يبرأ مأثمي فهو ابني مش هيرتاح غير في حضنه نسأله سؤال تاني عرفته إزاي الدموع تنزل من عنا يقول في حد ما يعرفش ابنه نقول له بس الخطيئة شوهته الخطيئة زي ما بنقول في التعبيرات الدارجة أكلته لحم ورميته عض عرفته إزاي يقول ده ابني ده ابني أنا عرفه عرفه حتى وهو في الضعف رأاه وعرفه وتحنن شفت تحنن يا لعمق حب ربي مش بس تحنن ركض مين اللي بيجري الآب الآب الطاعن في السن الآب المحب بيجري شوف الله بيحبنا قد إيه شفت محبته قد إيه أنا أنا مستغرب من هذا الآب المحب يجري ركض ربنا بيجري علينا وإحنا بنهرب مننا هل جدا ملومة إطلاقا وقع على عنقه تعرف وقع على عنقه يعني إيه رامى نفسه عليه سقط وقبله جاءت في أصل اللغة اليونانية اللي كنت بيها العهد الجديد غماره بالقبلات أمطاره قبلات يعني بالبلد شبعه قبلات أشبعه قبله قبله إيه ده إيه الآب المحب ده ولم توجد كلمة عتاب واحد حتى اللي كان الإبن محضره يقوله لأبيه كان محضر كلام يقوله كان بيقول في التحضير اللي قاله مع نفسه هقوله أغطأت إلى السماء وقدامك هو اتفعل مع نفسه على كده ولست مستحقا بعد أن أدع لك ابنا اجعلني كأحد أجراك يعني خدمينك ده اللي اتفق مع نفسه يقوله تعال نشوف قال إيه منه فقال له الإب يا أبي أغطأت إلى السماء وقدامك دي كان نوي يقوله ولست مستحقا بعد أن أدع لك ابنا طب ليه ما قالوش اجعلني كأحد أجراك خلاص بي هو الأب غماره بالحب فمش قادر يقول هالو دي لا توجد كلمة عتاب ما فيش عتاب ما فيش عقاب في حب أخي عادل بجاد كتير كلام رائع لكن عندي سؤال قبل ما نختم حلقتنا النهاردة رغم حالة اللي يرسليها لحالة الابن العائد ده الابن الضال ده ورجع أكيد ريحته وكان شغال مع الخنازير ريحته محدش يقدر كيف الأب يقدر يقبله كيف فيه ترنيمة بتقول ومهما كان الأب أب ومهما كان تعرف حضرتك لما تبقى فيه أم أم وعندها بيبي عمره شهور والبيبي اللي عمره شهور ما قدرش يتحكم في نفسه فيعني مش هيقدر يتحكم في 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 وظائفه الحيوية فالابن يتسخ تمام طبعا يعني الرائحة ما هيش كويسة والمنظر مش كويس تلقى الأم وهي بتنظفه وهي بتنظفه مستمتعة مستمتعة يمكن لو واحدة جنبها مش أم مش متزوجة تقيت دايق تقولها انت بتعمل كده بحب شديد أصله ده مين ابنها الآب مش ممكن هو بيقبن هو بيحبنا هو أبويا أخي عادل لو أنا في لحظات بسيطة لو أنا الابن دو لو أنا الابن اللي ضحته سبت بيت أبويا خطيت جتلت زنيت شوحت صورة عيلة في الأرض الكل محتكرني تقول ليه النهاردة في رسالة بسيطة إيه الخطوة الإيجابية اللي ممكن أخذها أنا عايز أقول لكل شخص يشاهدني الآن مهما كان بعدك عن بيت أبيك يمكن تركت بيت أبيك يمكن أنكرته يمكن سبت حضيرتك يمكن رحت كورة بعيدة يمكن كسرت شرف العيلة يمكن يمكن أهنت الناس اللي في عائلتك يمكن سبتي زوجك وأولادك يمكن تركت زوجتك وأبنائك أنا عايز أقول لك أن الآب المحب في انتظارك في انتظار رجوعك في انتظار عودتك تعال كما أنت تعال كما أنت هو في انتظارك أحضانك تنتظرك أحضانك تنتظرني عنوان ترنيم جميل أحضانك تنتظرني هو منتظرك تعال كما أنت هتلقى أحضان الآب وهتلقى الحلة الأولى بر المسيح وهتلقى خاتم في اليد شاركة وعلاقة مع الله وهتلقى حزاء في القدمين سلوك جديد وهتلقى العجل المسمن الشبع بالمسيح تعال لا تؤجل اشتركوا في القناة